القوات العراقية على مرمى حجر من مدينة الموصل مع اعلان جهاز مكافحة الارهاب بان قواته اصبحت على بعد قرية واحدة شرق مدينة الموصل وعثرت القوات العراقية خلال زحفها باتجاه معقل التنظيم المتطرف على عدة انفاق ومعامل للتفخيخ استخدمها داعش في بلدة برطل الموصلية ومع تضييق الخناق عليه رد تنظيم داعش بحرق المنشآت النفطية والمصانع بحسب منظمة الامم المتحدة لشؤون البيئة حيث رصدت اضرارا بيئية ناجم عن حرق 19 بئر نفطية وحرق مخزونات من غاز ثاني اكسيد الكبريت في مرفق صناعي مما ادى الى تكوين سحابة محملة بالغازات السامة ما ادى الى تعرض اكثر من الف شخص من المدنيين الى كوارث صحية خطيرة تمثلت بحالات اغتناق وامراض في الجهاز التنفسي وتحديدا في نواحي منطقة القيارة واشحل ومخمور ورغم احتدام المعارك على تخوم مدينة الموصل الا ان حركة نزوح العائلات والمدنيين خيبت صقف التوقعات حيث اعلنت الامام المتحدة ان نحو عشرة الاف شخص فقط فر من منازلهم منذ بدء عملية استعادة الموصل وهو رقم يمثل جزءا يسيرا من اعداد النازحين رغم توقعات منظمات الاغاثة الذي رجحت نزوح مليون شخص طباط احركة النزوح من مدينة الموصل بحسب مسؤولين عراقيين يعود سببه الى احتجاز داعش العائلات من المناطق التي يفر منها وسجنهم داخل الموصل وفي مناطق سيطرته في نينوى بالاضافة الى احكام داعش قبضته على حركة المدنيين داخل الموصل واصدار تعليمات مشددة للتنقل نهيك عن تنفيذ عمليات دهم مباغتة للمنازل ومعاقبة كل من يجدون في بيته راية بيضاء سلاح فرارهم الوحيد من المدينة كفاح الزين العربية